السلام عليكم في الحلم كسرقة وزعب عندنا فيديو جي في القناة من سلسلة أخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية لحلقة العاشرة من هذه السلسلة فأتمنى دعمكم بزر لايك تشترك بالقناة أدمك تشترك ويلا يا حبيبي خلينا نبدأ على طول من اللعب الأول عنه واللي هو كايل والكر ذكرت صحيفة ديلي ستار أن نادي ماشستر سيتي يواصل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل حيث أن بيبي جوارديول يقترب من الحصول على صفقة الثالثة بهذا الموسم بالتعاقد مع ظهير توتنهام الأيمن الدولي الإنجليزي كايل والكر وحسب الصحيفة فإن ماشستر سيتي أغلق اتفاقه مع توتنهام بالتعاقد مع ظهير الأيمن مقابل 40 مليون جنيه استرلين أيما يعادل 45 مليون يورو وسيتم الألان عن الصفقة بعد عودة لاي من معسكر المنتخب الإنجليزي لأسبوع المقبل ونقلا عن نفس المصدر فإن كايل والكر توصل إلى الاتفاق كامل مع ماشستر سيتي حول بنود عقده وسيكون مدة عقده إلى غاية صيف 2021 مع راتب أسبوع يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني فصراحة صفقة جدا ممتازة بالنسبة لماشستر سيتي عندك اللاعب يعني عمره 27 سنة نشارك مع توتنهام بال33 مباراة بالدولي الإنجليزي هذا الموسم وهو انتقل للنادي اللندني في صيف عام 2009 قادما من شيفلد يونايتد مقابل 5 مليون جنيه استرليني فهذا بالنسبة للخبر الأول خلينا نتقل على الخبر اللي بعد عنا واللي هو انتقال إيفان بيريسيتش إلى لاندي مانشستر يونايتد ذكرت عدة تقارير صحفية منها صحيفة الجزيتة ديلو سبورت أن إيفان بيريسيتش مهاجم انتر ميلان إيطالي توفصل إلى اتفاق نهاية مع مانشستر يونايتد بشأن الشروط الشخصية حسب ما ذكرت الصحيفة وقدم مانشستر يونايتد عرضا افتتاحية قدره 45 مليون يورو لكن مسؤوله انتر ميلان يطالبهم بالحصول على مبلغ أكبر للموافقة على انهاء الصفقة ويسعى انتر ميلان للحصول إلى 60 مليون يورو مقابل بيع بيريسيتش فيما تؤكد الصحيفة أن النيراتزوري مستعد لتقديم تنازلات وقبول 55 مليون يورو فمورينيو بحاول بيضبط الفريق على قد ما يدر هالموسم الجاي رح يكون يعني ناري بالنسبة لمانشستر يونايتد تتوقع وهذا بالنسبة للخبر خلينا نتقل للخبر اللي بعد عنه اللي هو انتقال اللعب فان دايك إلى نادي ليفربول طبعا كشف المدافع الهولندي ولعب سوث هامتون فان دايك عن مستقبل في ظل وجود اهتمام كبير من عدة أندية تريد توقيع معه وبحسب مصدر خاص لشبكة ESPN الأمريكية فإن فان دايك يفضل الانتقال إلى ليفربول بدلا من الانضمام إلى تشيلسي أو مانشستر سيتي وأضاف نفس المصدر أن ليفربول لم يتوصل الاتفاق مع سوث هامتون من أجل الصفقة إلا أن اللعب يرغب بالانتقال إلى ملعب الأنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومن المتوقع أن تتخط صفقة بان دايك مبلغ 60 مليون يورو خاصة أن عقده مع سوث هامتون يمتد إلى غاية 2021-2022 فهذا بالنسبة لهذا الخبر خلينا نتقل على الخبر اللي بعد عنه واللي هو انتقال إريكسن إلى نادي برشلونا طبعا تحدث اللعب دينماركي كريستان إريكسن لعب فريق توتنهام عن الأخبار التي تشير إلى أن نادي برشلونا مهتم بالتعاقد معه وقال إريكسن في حديثهم مع صحيفة دينماركية ما زال لدي المزيد من السنوات في عقده مع توتنهام دائما ما تكون هناك إشاعات عن اللعبين وأضاف برشلونا نادي عظيم وأعتقد أنه لا يوجد كثير من اللعبين بإمكانهم رفض برشلونا برشلونا نادي عظيم ومن الصعب رفض عرضه في المستقبل الأرى نفسي في المستويات العالية هذا ما أحلم به سواء كنت في توتنهام أو انتقلت إلى نادي آخر مثل برشلونا فالصراحة بشوف أنه يعني لاعب جدا أسطوري لو انتقل لنادي برشلونا برشلونا خط الوسط عندهم يعني هذا الموسم اللي بتفرج على برشلونا فلاحظ أنه خط الوسط عندهم مو هالشيء الممتاز يعني مثل أيام زمان لما كان تشافي ونيستا وبوسكيتس ولما كان يعني تشافي بمستوى ونيستا بمستوى وكان يعني أقوى قد توسط بالعالم لكن للأسف الآن يعني تراجع بشكل كبير أداء اللاعبين يعني حتى تشافي ترك برشلونا بعد ما ترك تشافي برشلونا برشلونا أداءها يعني تراجع فهذا بالنسبة لهذا اللاعب خلينا نتقل على الخبر اللي بعده عنا واللي هو انتقال فلاتة إلى نادي الهلال فعلى نادي الهلال برأسة الأمير نواف بن سعد عبر تويتر عن التعاقد مع اللاعب مختار فلاتة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد ووقع فلاتة على قود اندمام لصفوف الزعيم ويعني تم التوقيع بشكل رسمي وتمت الصفقة وطبعا يذكر أن فلاتة فضل الانتقال للزعيم بعد هبوط فريقه الوحدة من دورة عبداللطيف جميل فصراحة يعني اللاعب جدا مبدي هذا الموسم يعني تقريبا سجل 18 هدف هذا الموسم ما لي متأكد بالطبط لكن اللي يعرفوا أنه يعني أفضل لعب السعودي سجل أهداف في دورة عبداللطيف جميل هذا الموسم أو أكثر لعب السعودي يعني سجل أهداف في دورة عبداللطيف جميل فهذا بالنسبة لهذا الخبر لننتقل على الخبر اللي بعد عنه واللي هو انتقال أنخر ديمارية إلى نادي برشلونا ذكرت تقرير إسبانية أن نجم المرتخب الأرجنتيني ليوني الميسي يسعى لأقناع ذو الزميلة أنخر ديمارية بالانضمام إلى نادي برشلونا الإسباني في الفترة المقبلة وسيحاول ميسي استغلال وجوده في معسكر المنتخب الارجنتيني من اجل اقناع نجم باريسنجر مال فرنسي بالموافقة على العرض المقدم له من برشلونا وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الاسبانية او سبورت الكتالونية فقدم يعني قاله انه قدم النادي الاسباني عرضه من اجل حصولها الخدمان ديمارية بمبلغ 50 مليون يورو يعني ما هو مبلغ يعتبر قليل نوعا ما لكن يعني شوف انه مناسب لانه اساسا ديمارية يعني يلعب بالدور الفرنسي يعني شفته بالحلقة فعندك فان دايك بستين مليون وديمارية بخمسين مليون فمين تختار اكيد بختار ديمارية لو علي يعني انا فاكيد رح بختار ديمارية حتى لو هذا لاعب مهاجم وهذا مدافع لكن يعني ديمارية يعتبر لاعب جدا خرافي وسهل انه يلعب بنادي مثل برشلونا طبعا كان انه سابقة مع ريال مدريد فهذا بالنسبة لهذا الخبر خلينا نتقل على الخبر اللي بعد عنا واللي هو انتقال ماتيتش الى نادي يوفنتوس فذكرت صحيفة لغزيتة ديلو سبورت ان نادي يوفنتوس بدأ في تدعيم خط الوسط وسيكون اول لاعب يعني هو نيمانيا باتيتش خلال مركاته الصيف القادم فقالت صحيفة نفسها ان مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري طالبة من رئيس النادي تدعيم موسط ميدان الفريق حيث ياتي لاعب تشيلسي نيمانيا ماتيتش على رأس اهتمام أليغري هذا الصيف ويواجه يوفنتوس منافسة كبيرة يعني من عدة اندية لكن يوفنتوس يعني بيحاول انه يظفر بالصفقة واللاعب لن يكلف اقل من 40 مليون يورو وهو الذي يقترب من الرحيل عن تشيلسي هذا الصيف في ظل عدم توصله لاتفاق لتجديد عقده مع النادي وينتهي عقده مع تشيلسي بحلول صيف عام 2019 وهو الذي انتقل الى النادي اللندني في يناير 2014 قادما من بنفيكا مقابل 25 مليون يورو فقط فهذا كان بالنسبة لها الحلقة من اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفية فبتشوف بهايك نقوم وصلنا لهاية الفيديو اتمنى الفيديو اعجبكم اتمنى دعمكم زر لايك تشترك بالقناة دمك تشترك لا تنسى تفعل زر الجرس عشان نوصل لكل جديد بالقناة وتلاقي تحت بالدسكريبشن رابط حسابي بتويتر رح نساوي حلقة اسألني فهذا عندك اي سؤال روح وارسلي اياه في تويتر فبس هذا كان عندي اليوم اشبكونا الخير في ديه جاة في امان الله